أعلن رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو اختياره منطقة محددة لإقامة مستوطنة في هضبة الجولان السوري المحتل تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتنياهو في اجتماع حكومته اليوم قال وعدتكم بأن نبني مستوطنة على شرف الرئيس ترامب في الجولان وقد تم تحديد المكان بالفعل لإنشاء هذه المستوطنة الجديدة وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قرارا في الخامس والعشرين من آذار الماضي يعترف بالزيادة تل أبيب على هضبة الجولان السورية التي احتلتها عام سبعة وستين